55 دولة هؤلاء مجتمعين يشكلوا رضع المجموعة الدولية في الأمم المتحدة وفي المنطقات الدولية لو كان في تنسيق بين هذه المجموعات في القضايا التي تهم الطرق يصبح قوة فاعلة فيما يتعلق بما يتحدى المتحدة في الأمم المتحدة والمنطنات التابعة للأمم المتحدة نحن ممكننا بإطلاعنا المجاشة وجدنا أن العرب العرب لا يعرف عن التلاسية ولا يعرفتنا بذلك فإن معرفتنا جدا محذرتهم ومعرفتهم بنا أيضا جدا محذرت إذن نحن بحاجة إلى آلية إلى عمل معرفنا ببعض وأيضا يفتش عن مقاطر تلاثي التي تجمعنا معهم ونقرأ الثلاث التي تجمعنا معهم في مجال الاستثمارات مثلا أمريكا اللاتينية ينجح بناء العالم العربي مستهلك للغذاء مثلا أمريكا اللاتينية منتج للغذاء كيف يمكن بناء شلاكة تؤمن الغذاء في منطقتنا العالمية من خلال المساهمة في الإنتاج مش فقط في الاستثمارات ولا في التسويق في الإنتاج كيف يمكن هذه الصناديق العربية الموجودة التي تستثمر في حدة مجالات ممكن أن تستثمر في مجال الأمن المنائي والإنتاج طبعا فيه هناك عديد من المواضيع الطاقة المتجددة السياحة هل يُعقل أنه لا يوجد أكثر من مئة ألف من مجموعة خمسمية وخمسون مليون أعتقد أنه لا يزور المنطقة العربية تمن مئة إلى بيتين ألف من أمن المنائي والإنتاج والعكس يعني تمام العرب أيضا لا يزور أمن المنائي والإنتاج بينما يذهبوا إلى مكل مكان كيف يمكن تشجيع السياحة التبادل التقني والتشيني مثلا من أهم الدول المنتجة للكوفيروجيا في مجال الطاقة المتجددة كيف يمكن التعاون بين دول العربية مستعدة أن تعمل في هذا المجال مع دول متضازين في دول كثيرة المكسيب إذن نحن نفتش وطبعا هذا مجال كبير جدا لا يستطيع هذا المجلس وطبعا هذا المجلس لكفراش